نزود التذكار ولا ما نزودهاش? لو حنتكلم بالعقل والمنطق. ايوة. مضطرين اسفين نزود. ليه فاندم? لا. اقول له حضرتك. اه. مرفق المترو حيوي جدا. مرفق المترو الفقير قبل الغاني بيركبه بيستخدمه. اي فاندم. مرفق المترو ما نقدرش نستغنى عنه ساعة زمن. حضرتك لما بيحصل لاي سبب من الاسباب ساعة بيعمل شلل القاهرة. مم. النهاردة اه اه التذكارة بجنيه. مم. التذكارة دي بقالها اتناشر سنة بجنيه. مم. اولا من حيث المنطق ايه في الثلاث كلها بجنيه. مم. وايه سعره ثابت بقاله اتناشر سنة. مم. من الناحياتين. مم. الحاجة التانية احنا نعلم تماما كماسكوليد قلنا ان ان البنيه ده ممكن يبقى مشكلة لبعض الناس كتير. مم. واحنا عارفين دية. مم. انه معوش حتى جنيه. مم. طيب احنا مؤمنين بداية وعش كده احنا حساسين قوي لفكرة الديارة. مم. طيب النهاردة لو المترو عطل مش الاخون اللي مش قادر يدفع جنيه حيطلع يركب سكتب بخمسة جنيه. مم. وميكرو براس باتنين تلاتة خمسة جنيه. مم. لنفس المشوانة. مم. طيب نحافظ على المترو ولا نسيب ويقع وكل يوم اعطاله. نتيجة ان احنا مش قادرين نغطي تمن التشغيل فعلا. كم يا فندم خسير خسيرنا قد ايه? الخسير في السنة اللي فاتت كنا داخلين الميزانية بمية وتمانين مليون جنيه خسير. مم. لو استنينا الاستنى دي بنفس المعدلات مش هتبقى ربعمائة ده هتبقى خمسمائة مليون. كم? خمسمائة مليون السنة دي? السنة دي خمسمائة مليون? لا. السنة اللي فاتت تاخدين الميزانية الجديدة بمية وتمانين مليون. اه. لازم. انا بقول المتوقع. كم? كم? على الوضع ده. كم? احنا متاظر السنة الجاية تبقى تبقى خمسمائة مليون. كم راكب بيستخدم الميتر يوميا? اربعة مليون. اربعة مليون. هل الاربعة مليون بيتفعوا? الاربعة بيتفعوا. انا ما احبتك ان في اساليب قانونية نتيجة عطل مكان نتيجة مشكلة موجودة فعلا. نتيجة ان احنا مش قادرين نعمل الاحلال صح. نتيجة ان احنا مش قادرين نصرف صح. لان الايرادة قل من تكلفة التشغيل. تكلفة التشغيل دي بتشمل اوستيز احمد قطع الغيار اللي بيحتاجها اسطول المترو اللي شغال. تكلفة التشغيل اللي بتحملها مكان التشغيل نفسه بمكان التذاكر. تكلفة التشغيل بيتحملها الاجهزة الاشارات واجهزة التحكم. تكلفة التشغيل دي بيدخل فيها اجهزة التكييف واجهزة الانذار واجهزة الحريق. بيدخل فيها جميع انظمة المترو. سيادة النائبة من شوية بتسأل انه ليه الفرنسوين كنا بنكسى بدوقتي بنخسر? كانت التكلفة رخيصة. احنا كل حاجتنا بالطرار وفي دورة يا سيدا. اللي رفا. احنا كل حاجتنا بالعملة الصعبة. النهاردة العملة الصعبة كتير. والجنيه هو الجنيه. ها. الجنيه بتاع من اتناشر سنة مش هو الجنيه بتاع النهاردة. هو ده الفرق. عارف يا ساك اللي هو لو احنا زودنا كل سنة قرش ساك كنا وصلنا للرقم اللي احنا عايزينه النهاردة. انا مع حضرتك. في الاتناشر سنة اللي فاته له كل سنة. تمام. محدش كان يعز بيه اوصل النهاردة للرقم اللي انت عايزه وازيت كمان. انا مع حضرتك وعلى فكرة فكرة البيادة ده من بدري. وحقيقة انا بقولها لك بامانة. كنا بنا تراجع في اخر وقت الديادة. المنى على الراجل اللي حيتحمل الديادة. المنى ومترددين جدا في رفع التشكرة. المنى حضرتك والعلم الجمهور كله ان اخر حاجة بنفكر فيها كحكومة وكمسكولين تحريك سهر التشكرة. احنا عارفين الحمل اللي على الناس كلها. بس هالمنطقة المهاردة ان احنا نركب المتر وكل محطتين يعطل بينا مسلا. غير مقبول خالص في المرفق الحيوي ده. ان احنا نسمح بعطل فيه. فغصبا عنا لازم نتحمل. احنا طمعنين في ايه? احنا مش طمعنين زي ما الناس بيقولوا التسكرة تبقى بخمسة جنيه. اه. احنا طمعنين في خمسين قرش او جنيب الكتير في الزيادة. حقيقة بتكلم على التسكرة جنيه ونص او اتنين بالكتير. بالزبط. مش اكتر من كده. مش اكتر من كده. اه. اه. طب. فكرة اللي اللي بيكتبوه خمسة جنيه دي ايه مش في البال خالص. مم. دي توفر قد ايه? الخمسين قرش. على الاقل النهاردة انا لو بيجي لي خمس مئة وثلاثين خمس مئة وخمسين بليون جنيه في السنة. حتتضاعف. مم. لو زودت جنيه بالارادة حتتضاعف. واحنا اليام الهيئة والمسؤولين بيغيروا فعلا في مكان التساكر عشان نحكم الدخول والخروج ونحافظ على الايرادة. بيجي بيجي داخل اقديه بصراحة كل سنة. التزاكر بتبيع اقديه. خمس مئة وثلاثين مليون. خمس مئة وثلاثين. خمس مئة وثلاثين مليون. اه. بس ما يكفوش خلق. احنا مش اقل من تبعمية وخمسين مليون جنيه مصاريف كل سنة. مع مع سعر الدولار واليورو اللي بيتحرفك النهاردة دوت. لا احنا دخلنا في مليار جنيه. طيب. احنا دخلنا في تكلفة تشغيل عالية. سيادة النائبة ليه هاستفسار عند سيادتك? فضير. امرك. حضرتك بتقول فيه اربعة مليون بيركابه في اليوم. اعجبنا. متوسط تزكرة منها كان? جنيه. جنيه. بربعة مليون. يبقى كم في اليوم? في اليوم? اربعة مليون. المفروض. المفروض. لو رايح جايب تمانية مليون. المفروض. في تلتمية ستة وستين. في تلتمية خمسة وستين يوم. خلي بال حضرتك من كتاع كبير جدا مهم لازم نعرفه ليه اشتراك التفكرة فيه مش بجنيه. ليه اشتراكات زي الطلبة. زي الطلبة. وزي العسكريين. وزي الشرطة. وزي.